السلام عليكم ازايكم في الفيديو ده هنتعرف على مؤشر جديد لرحيل ما بيه عن باريس سان جرمان ايه الحكاية بالظبط والتفاصيل ده اللي هنعرفه في الفيديو ده تابع معي للنهاية ولكن في البداية انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاية حيكون فيديو مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية يبدو جدا ان ايام ما بيه في باريس سان جرمان ابتدت تكون معدودة وده بعد ما قام نادي باريس سان جرمان بسحبة شرطات اللاعب من المدقر وكمان ازالت صوره من ملعب حضقة الامراء ما بيه رافض تمديد عقده مع باريس سان جرمان واللي مفوض ينتهي في صيف 2024 رغبة منه في الرحيل المجاني وده اللي رافضه مسؤولي نادي باريس سان جرمان ما بيه بيغيب عن المشاركة في التدريبات الجامعية للفريق باريس سان جرمان تحت قيادة المدرب لويس انريكي غايب من بداية فترة الاعداد للموسم الجديد لحد ما يتم حسم موقفه النهائي من البقاء او الرحيل عن باريس سان جرمان ريال مدريد اشترى بضرورة تنفيذ طلب الفرنسي ما بيه جناح نادي باريس سان جرمان من اجل التحرك لضبه في صفوق الانتقالات الصيفية الحالية ده غير انه تم استبعاده من رحلة اليابان للاستعداد للموسم الجديد 2023-2014 من قبل المدرب لويس انريكي طبعا بالاتفاق مع الادارة ريال مدريد اتوجه باول طلب للفرنسي ما بيه بعد ما ارتبط بامكانية الرحيل عن نادي باريس سان جرمان والانتقال لريال مدريد مع الفريق الفرنسي للتخلص من اللاعب الموسم ده ريال مدريد عاوز من ما بيه انه يخرج ويعلن عبر وسائل الاعلام رغبته في الرحيل عن نادي باريس سان جرمان قبل اي تحرك رسمي ومن الواضح فعلا انها لعبة بين 3 اطراف نادي باريس سان جرمان وما بيه وريال مدريد وهنستنى نشوف هتنتهي على ايه اتمنى ان الفيديو كنا عجب حضراتكم وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي هيكون فيديو مهم جدا جدا وشكرا للجميع اشتركوا في القناة